اشتركوا في القناة 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 او 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 بظلوا يعلقون بظلك تحكي او 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 هاي مش إلك يعني انا لما باجي بحكي توقعات يومية انا ما بحكي توقعات لا إلك خاصة فيك انا بحكي توقعات لا الست اللي قاعد في البيت لا الولد الصغير لا البنت اللي في المدرسة لا الرجل الأعمال لا المليونير لا المدير بنك لا واحد صحفي فأحكي أو وحدة بتنطبق على هذا والأو الثانية بتنطبق على هذا والأو الثالثة بتنطبق على غيره وعلى غيره وعلى غيره فعشان هيك أنا ما بقدر أجي أحكي لك أشياء بدون كلمة أو يعني من من بدأ أحصر الحمل أنت بتفكر اللي بتابعني حمل أنت لحالك ولا ثور ولا عقرب ولا قوس أنت لحالك بتتابعني ما كل الموجودين هدولا بتلاقي منهم الفين ثلاث تلاف أربع تلاف عشر تلاف هدولا بتابعوني كلهم نفس البرج إذا أنا بدي أحكي لك توقعات إليك لحالك فهدولا الباقيين كلهم بدي أقولولي أنت مش يعني مش مزبوطة توقعاتك أو من تبقت علينا التوقعات وفي أيام ما بتزبط التوقعات عشان هيك أنا باجي بقولك ارجع اسمع طالعك إذا أنت من الأشخاص اللي شفت البرج تاعك ذكرته أنا على مدار أسبوع كامل ما انطبقت عليك التوقعات هاي معناته طالعك هو اللي غالب عليك اسمع طالعك اسمع ممكن هو اللي غالب عليك ممكن هو اللي بانطبق عليك الآن بدي يجي واحد بقولي هو الطالع ما هو بتغير في علماء فلك بقولوا أنه بتغير الطالع كل 11 يوم وربع أو كل 13 يوم وربع كل واحد له مدرسته أنا مدرستي بسيطة جدا أنا لا بعقدها ولا بتخنها ولا بكبرها ولا بعطيكم مصطلحات بحاول أجيب لك المعلومة مبسطة طالعك هو اللي أنت في ساعة من ولدت هذا ما بتغير ولا بتحرك ولا إلو علاقة يعني أنت إن ولدت الساعة لنفترض 5 الصبح الشمس كانت موجودة في مركز الشروق طيب هاي الشمس أعطتك هذا الضوء الآن بعد عشرين سنة بعد ثلاثين سنة بعد ألف سنة بدي يظل تأثير الشمس اللي يوم من ولدت اللي أعطاك الشعاع هذا مؤثر على حياتك الآن لما ندخل إحنا بتوقعات عميقة أو ندخل في شغلات فيها فلسفية بالكلام أو بحث مش عارف إيش إلو علاقة في طالعك المتغير وكل فترة إلك طالع وكل هذا هذا موضوع ثاني بيختلف تماما أنا مش من الناس اللي بتآمن فيه أو إنها بتأخذ فيه في التوقعات لإني أنا على توقعاتي هاي بعطيك النتيجة الصحيحة فما في داعي إني أنط على إيش ثاني عشان أنا أجيب لك مصطلحات عشان أنا أقنعك في هذا الموضوع في غيري يا عمي بيشتغل على هاي التوقعات المتغيرة بتزبط معه روح عليه اسمعه إذا أنت بتحب الأمور المتغيرة أما أنا بالنسبة لإيلي أنا بعطيك الإشي الثابت العلم الثابت العلم اللي لا أنا بجتهد فيه ولا أنا بغير فيه ولا رح أغير فيه واحد اثنين ثلاثي هذا أساسيات العلم هاي فعشان هيك ما ييجي حدا يقولي برج الباطني برج المتغير طب أنا كيف بدي أحسب طالعي اللي في الفترة هاي أو أنا ما إلي في هذا الحكي أنا أنا ما بحكي في هذا المواضيع هاي المواضيع أنا ما بدخل فيها ما بدخلك فيها البرج الباطني هذا إشي ثاني ناسة فلسفة فيه وحكت فيه وشرقت وغربت وغربت حتى في علم الفلك يعني أساءت لعلم الفلك الإشي الثاني إنه بيجي واحد بقولك لا ما هو أنا طالعي كان لما ولدت عذراء هس طالعي صار مش عارف إيش يمكن في الجدي طب يا أخي انت سمعت برج الجدي انطبق عليك يعني شفت التوقعات اللي بتصير في برج الجدي بتنطبق عليك شفت الباقي الكواكب على طالعك الأساسي شفتها ما بتنطبق عليك فأنا إذا بدي أقنعك بشيء غلط عادي جدا بكرر لك يا مرة وثنتين وعشر وعشرين وثلاثة في الآخر أنت بتعيش الدور وبصير وهم وهذا غلط ما له علاقة بعلم الفلك أو هاي مدارس اجتهدت بهاي العلوم أو اجتهدت بهاي الأفكار فعشان هيك هم بشوفوا أنهم صح ولكن أنا بالنسبة لإلي بشوفهم مش صح الآن أنت الحكم أنت اللي بتقارن هل التوقعات تنطبق عليك ولا التوقعات ما بتنطبق عليك بتنطبق عليك بتتبعها ما نطبقت عليك يا أخي عادي عمل لي ديسلايك وعمل لي أنفله وعمل لي بلوك وعمل لي حضر وعادي وتتابعنيش مش ضروري أنك أنت تيجي تقنعني بأشياء أنا مش مقتنع فيها ولا رح أقتنع فيها ما رح أغير عشانك لأنه هذا العلم مش مبني عشانك أنت لحالك هذا مبني على كون الآن فيه أشخاص بتتابع من جديد تظلها تسأل أنه إيش يعني بيت أنا برجي أي بيت مش برجك أي بيت فيه روابط أنا حاط روابط في صندوق الوصف بتسهل عليك كل هاي المسائل ارجع لها اسمعها أنا ما ببخل بالمعلومة المعلومة الموجودة يعني يا بترجع على القناة يا بتنزل على صندوق الوصف اعلقي نظرة هيك وشوف ممكن تلاقي جوابك موجود يعني زي الطالع جدول الطالع كيف تحسب طالعك موقع للطالع البيوت وشرح البيوت وكل بيت إيش هو يعني أنا عادي جدا بكرة بقولك البيت الفلاني وبختصر الموضوع حالي وبعملك الحلقة أنا مدتها ثلث ساعة نص ساعة ما بتفرق معي أنا يعني مش أني والله يعني بحب البرم لكثير أو بحب الحكي لكثير لأجل أني متفرغ وقاعد ورا جهازها الكمبيوتر بس بدي أسجل إذا أنت خلص انزعجته من الموضوع هذا احفظ البيوت عين رابط البيوت تحت ولما أقول لك أنا الكوكب الفلاني في المكان الفلاني منتحس أنت الحالة قيس على حسب البيت هاد وخلص تغلبش حالك وتغلبنيش معك يعني أنا بالعكس أنا برتاح أكثر طيب الآن في مسألة ثالثة لبعض الناس الوقحين طبعا لبعض الناس الوقحين وأنا بقصد في بعض يعني بمعنى هدولا مجموعة تافهة موجودة على القناة هدولا جايين على أساس أنهم يصحبوني من الإشي اللي أنا بأعمله عشان أنا أركض وراهم أنا ما بركض وراهم ولا بس معهم وبخليهم يعو يعو عشان أنا أكون واضح بالكلمة عشان ما حدا يقول لي يعني شو بيعو بتعرفوا مين اللي بيعوي اللي بيجي بس بدو يسي أو بدو يحكي كلمات عشان يستفزني عشان أنا أنزل على التعليقات وأطلع من موضوع الحلقة ونطلع الناس من موضوع العلم هاد عشان إحنا نركض وراه اللي بدخلوا اللي إلهم مواقع اللي أنا أسأت لهم وقطعت رزقتهم أو هاجمتهم برزقتهم وصار يدخلوا بأكاونتات وهمية أو الأشخاص اللي بيجوا بيعبدوا عالم فلك معين أو بتبعوا عالم فلك بلاش نقول بيعبدوا يعني عشان ما نكبرهاش وأنه مقتنع أنه هو صح وبيجي علي عشان يهاجمني عشان أنا إيش أطلع من الساحة عشان العالم شو إيه ساحة اللي نفضك واللي نفضو هي لمين يعني أنا بحكي حبك تتابعني تابعني ما حبك بلاش أما تيجي تقولي أنت مريض وتعبان وما تعبتش لما حطيت الدعايات الإعلانات إحنا متابعتنا بنصرف عليك إحنا لو لا متابعتنا أنت بجيكش دخل تز فيك وفي متابعتك وفي الكلمة اللي بتحطها وفي المصاري اللي بتدفعها احرمني من المصروف واطلع من القناة أنا أولا تعليقات هاي الدعايات اللي أنا بحطها لأنه أنا والله مش مكلف كمان أنا أسجل لك حلقة مدتها ساعة ساعة ونص وأنا مجاني بشتغل وبعطي كل الناس معلومات مجانية وباخدش مقابل الشغل اللي أنا بشتغله وكمان هيك ما حط لكش دعايات وأنا قاعد بدفع أجار ستوديو وأجار مايك وأجار جهاز صوت وأجار هذا إلا إذا الحلقة بد يجيني أنا منها 10-15 دولار أنا بدفع في اليوم عشان أسجلك الحلقة بكلفني لستوديو الساعة 25 دينار أردني 25 دينار أنت أضرب في 7 وأعرف قديش أنا بدفع طيب أنا لما بسجلك ثلاث ساعات وأغلب الحلقات أنا بسجلها بستوديو وبسجلهاش في البيت فأضرب يا سيدي وشوف أنا مستفيد قديش منك يعني أنا لا مستفيد منك ولا بدي أستفيد منك أنا دكتور دكتور طبيب يعني طبيب بقعد أنا إذا أجاني مريض عشان أشوف الورقة هيك أطلع عليها بأخذ 25 دينار كشفي بدل الاستشارة إذا بدك تراجعني مرة ثانية بأخذ 25 دينار إذا بدي أفحصك 50 دينار بأخذ يعني أنا بستفيد من معالجة مريض ومتابعة مريض أكثر ما أنا بستفيد من اليوتيوب وعشان ما حدش نطي يقول لي لا طيب شو جاب راك خليك دكتور اسرف حالك لا يا حبيبي هذا علم عندي أنا بخاف من ربنا إنه بكرة ربنا علمني هذا العلم بكرة أنا أموت هذا العلم بموت معي بدي أتحاسب عليه مش أنت اللي بدك تتحاسب معي أو بدك تتحاسب علي أو بدك تتحاسب بدالي فعشان هيك أنا بطلع بحط لك هاي التوقعات ومش عشانك أنا بحطها أنا بحطها للناس اللي بدها تستفيد وللناس اللي بدها تتعلم وللناس اللي بدها تبعد عن النصابين اللي زي حالاتك وزي حالات اللي أنت بتتابعه فعشان هيك أنا بعمل كل إشي مجاني في واحد فلكي من اللي أنتو بتعرفوهم بيعاملك وبقعد معك وبتابعك وبقعد ساعتين وثلاثة وأربعة وهو يحكي معك على التليفون أو يشرح لك وبدلل عليك وبدللك وبركض وراك عشان يشوف أنه زبطة التوقعات ولا لا أنت طلعت من مشكلتك ولا لا مجاني هيك لوجه الله يعني بلاش أنا أرجع أسوي الحلقات من أول وجديد ونحكي على الشغلات اللي حكناها زمان يمكن في متابعين كثير دخلوا ما سمعوهاش لما أنا فضحتكم وفضحت أساليبكم فضحت الطرق اللي بتنصبوا فيها على العالم وكيف بتستغلوا العالم وكيف بتضحكوا على العالم وكيف بتكذبوا على العالم وكيف بتسرقوا من فلكيون وبتطلعوا بتنصبوا الحك لحالكم هذا كل ياته يعني أنا جاهز ما عنديش أي مشكلة لا شغلت إنكيد وغيران منه وعشان عنده متابعين وعشان مش عارف إيش يا عمي الله يرزقه رزق الهبل على المجانين فهمتوها؟ فاللي بده يزعل من كلامي هسا على اللي أنا حكيته ويحس أني أنا بوجه له الكلام ياريت يحس على دمه ويستحي ويعمل لي أنفله ويسحب حاله ويطلع من القناة أنا أكثر من مرة كررتها أنا لا بهمني عدد متابعين ولا بهمني الدروع ولا بهمني التكريمات ولا بهمني حتى لايكاك اللي بتحطوا بهمنيش أنا بهمني فيه أشخاص موجودين هدولا هم بهمهم يسمعوا سعيد وبهمهم يتعلموا من سعيد وبهمهم يستفيدوا لسعيد سعيد بطلع عشانهم عشان هيك بقولكم يا عمي أنا ما بدي مشتركين وما بدي متابعين وما بدي متفلسفين حبك أنت زلمي صاحب علم شايف سعيد غلط وعندك المعلوم الصح دندل دندل حالك على التعليقات وكتب لي الصح قل لي أنت غلطان في الزاوية الفلانية هاي معناها هيك هيك بسبب كذا 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 ايش راحلنا خلينا نستفيد من علم حضر الجنابك يعني بس أنك تهاجم بس لأنك بدك تهاجم أعتقد أنه عطيتكو حجم أكبر من حجم كوف الحكي في المقدمة وطولنا على أصدقانا ومتابعين القناة خلينا نروح ونشوف توقعاتنا ليوم الأحد 23 ثمانية القمر طبعا ما زال في الميزان في منزلة الزبانية هي منزلة الفساد والقطع والمشاكل وهي المنزلة راح يستمر فيها القمر لغاية ساعات الصباح ورح ينتقل بعدها لمنزلة الإكليل منزلة الإكليل هاي ممتازة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد وهي بتيجي ما بين آخر العشرية اللي هو الخمسية احنا منسميها آخر خمس درجات من برج الميزان وبتستمر في برج العقرب أما بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية زاوية التربيع سلبي بين القمر وبلوتو راح تكون في تمام الساعة عشر أو ثلاثة وثلاثين دقيقة مساء ابتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها يزاوي التقابل سلبي بين القمر والمريخ راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وخمس وثلاثين دقيقة صباحا ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاط نام جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وزحل راح تكون في تمام الساعة أربعة وتسعتاشر دقيقة صباحا من واجه مصاعب عراقيل بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاع اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجو للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد هذه الزاوية المباشرة بصير عنا خلو المسار خلو المسار راح يبدأ من تمام الساعة أربعة وتسعتاشر دقيقة صباحا وحتى تمام الساعة عشر وخمستعشر دقيقة ظهرا هذا بعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أما بالنسبة للقمر طبعا الساعة عشر وخمستعشر دقيقة ظهرا بيكون انتقل تماما للعقرب وفي هذه الفترة منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا جيدا لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأة ضغوط عاطفية محبطة بوسعنا شراء بوليس التامين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم وشراء بيت أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي من الزوايا الإيجابية اللي إلها كثير من الأشياء هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر والشمس راح تكون في تمام الساعة 11 و34 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلاق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا الآن هاي الزاوية عشان إحنا نركز عليها لأنه في ناس بتهمهم هاي المواضيع اللي عندهم تقصف شعر أو تساقط شعر أو ضعف بصيلات الشعر أو حابين يزيدوا سماكة الشعر اليوم هاد يعني الفترة هاي مع الزاوية هاي هي أفضل فترة لقص الشعر أو تطريفه قص رؤوس الشعر على أساس أنه يتقوى أو تزيد البصيلات تاعته أو معالجة الشعر وأي إشي لعلاقة بالتجميل برضو هاي الزاوية من أقوى الزوايا لهذا الموضوع لأن القمر في مراحل النمو وهي بمراحل النمو بساعد على النمو برضو أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وعطارد هاي رح تكون في تمام الساعة 10 و 41 دقيقة مساءً منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى النشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبما أن القمر رح يكون موجود في برج العقرب معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 25 ثمانية رح يكون في تمام الساعة 6 و 27 دقيقة صباحاً ورح يستمر حتى تمام الساعة 12 و 28 دقيقة ظهراً وبينتقل بعديها للقوس أما بالنسبة لعمر القمر القمر الجديد 5 أيام في تمام الساعة 7 و 39 دقيقة صباحاً بيصبح 6 أيام نسبة الإضاءة 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة المزاج سعيد القمر في الميزان ورح ينتقل للعقرب حتى يوم 25 ثمانية المزاج منتحس عطارد في العذراء حتى يوم 5 تسعة المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم 6 تسعة المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج بميل للسعادة أكثر اليوم المشتري في الجديد يتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجديد يتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه منتحس أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14.01.2021 مزاجه منتحس نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 29.11 مزاجه ممتزج بلوتو في الجديد يتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر اليوم رح يتحرك مع ساعات الصباح من مقابلك رح ينتقل للبيت الثامن وهذا بيت له علاقة بالأموال المشتركة فعشان هيك شوية الأمور بتتغير عندك خلال هذا النهار يعني ما زالت تقلبات المزاج أو الحدية بالطباع أو التوتر أو القلق مسيطرة عليك في بعض المسائل في منكم أشخاص رح ينهمكوا في بعض الأعمال اللي لها علاقة بتطوير وضع مالي أو لحل مشكلة مالية أو بيهتموا بمواضيع لها علاقة بالحسابات والمشتريات وأشياء لها علاقة شوي بالنفس أو علم النفس أو أشياء لها علاقة بشحن الطاقة الخارجية أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا رح يكون الاهتمام على مسائل لها علاقة بالمال أكثر فممكن اليوم تحققوا بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية وخصوصا من ساعات الصباح ببلش هذا الاهتمام بشكل أكبر في منكم ممكن يحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات ولكن بدكوا تحذروا من المصاريف اللي ممكن تكون إما بيتية أو استشفائية طبية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه ما زال فيها نوع من أنواع التوتر أو القلق والعصبية والحدية وفي أشخاص اليوم رح يتنقلوا بشكل كبير ويجروا بعض الاتصالات طبعا من ساعات الصباح بتخف هاي الأمور بصير تركيزهم على مسألة معينة ثابتة يعني في ناس ممكن يهتموا بدراسة في ناس ممكن يهتموا بتسويق في ناس ممكن يهتموا يعني على حسب مركزك أنت أو على حسب طبيعة حياتك وممكن تتحرك خلال هذا النهار ولكن الأغلب عنده قدرة على الإقناع ولكن أهم إشي أنهم يضبطوا أعصابهم من التوتر أو إلى ردات الفعل السلبية أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأجواء اليوم إيجابية أكثر على مستوى البيت فاليوم تولوا اهتمام أكبر لأفراد العائلة أو للبيت أو لأمور إلها علاقة بالوضع المنزلي ممكن تهتموا بمشتريات أو ترميمات أو بصحة أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي شوي متوترة في نوع من أنواع القلق أو نوع من أنواع التوتر ممكن الإشي بتعلق في أحد الأحبة بصحتهم بمشكلة معينة بحاجة للمتابعة أو للمراقبة أهم شيء إن كتحاولوا تكونوا مرنين وما تحاولوا تفرضوا وجهة نظركم على أحبائكم إن كان على الحبيب أو على أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل ممكن تنهمكوا ببعض الأعمال أو تحاولوا ترتبوا بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل أو تنجزوا أعمال خاصة فيكم وفي منكم رح يهتم ببعض الأمور الصحية أكثر من اللازم أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر موجود لغاية ساعة الصباح فبيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم اتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر في ساعات الظهور القمر رح ينتقل للبيت الثامن فبتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية أهم إشي إنكم ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب أهم إشي إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة وأعذار الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع يعني الاهتمام ببعض الاتصالات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالدراسة أو بالجامعات أو بالأكاديميات أو بالدورات في منكم ممكن يهتم بلغة جديدة أو ثقافة جديدة أو ينشط بنقاشات إلها علاقة بالسياسة أو بالاستراد والتصدير أهم إشي إنكم تضبطوا عصابكم أثناء تنقلاتكم بالسيارة على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة حادة فعشان هيك من قولك لا تجازف لا تغامر لا تخالف القوانين لا تفقد أعصابك خلال هذا النهار ممكن تدخل بمواجهة ما بينك وبين زميل أو ما بينك وبين رئيسك بالعمل وممكن شوي يصير بعض المشاكل اللي إلها علاقة في مركزك الاجتماعي أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الصداقة فاليوم ممكن تنشط بلقاء أو تنشط بين الأصدقاء أو تعاون بعض الأصدقاء معاكم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء أو زيارة مثلا يقوم بعض الأشخاص بزيارتك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا نيبتون موجود وهو اللي بيعمل وساوس إلها علاقة بالعمل والإلها علاقة بالصحة أهم إش إنك ما تقلق يعني حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية ممكن القلق هذا يكون مش عليك يمكن يكون على أحد الأحبة أهم إش إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وإنجز أعمالك بوقتها وإهتم بغذاءك وراحتك برج الثور طبعا القمر الآن نتحرك من البيت السادس بده ينتقل للبيت السابع في الصباح فعشان هيك يمنقول لكم يعني شوي هو بعطيكم نوع من أنواع الإيجابية لأنه برج حليف لإلكم ولكن بالمقابل بيسحب من طاقتكم عشان هيك بتكونوا شوي متوترين أو قلقين من مسألة معينة وممكن ما يعني تشعروا بالتعب أو الإرهاق أو عدم الرغبة بإنجاز كثير من الأمور خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي ولكن من ساعات الصباح ممكن تظهر بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات أهم إش أنك ترتب وضعك المالي بشكل جيد وابتعد عن المصاريف الغير مرغوب فيها أو اللي ما إلها داعي أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم عندكم نشاط عالي على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص ممكن لإقناعهم أو التواصل معهم لرفقتهم في منكو رح ينشط ببعض المسال اللي لها علاقة بالدراسة أو الامتحانات بدوا يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض اضبطوا أعصابكم قدر الإمكان في منكو رح يكون له تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا بتظلها جيدة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ممكن يصير شغلة تلفت انتباهك أو قلق معين أو توتر على مسألة معينة أهم شيء إنكم ما تصعد الأمور إذا صار نقاش أو حوار أو مسألة عائلية طارئة ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية أو يعني أشياء إلها علاقة بالمصاريف للزيادة أو أعمال منزلية شوي بتكون مربكة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء طبعا بقمتها اليوم هذا بتعطيك إيجابية عالية فعشان هيك بدك تستفيد منها قدر الإمكان وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الصباح فبتتعزز العاطفة عندك ورغبتك العاطفية أو لهواية معينة ممارسة هواية أو شيء فني أو تجميلي أو إيشي إلو علاقة بقص الشعر أو اللباس يعني الأجواء هاي الترفيهية تقريبا إيجابية ودعمة لإلك ممكن تعزز وطلاقي مع حبيب أو مع أحد الأحبة أو مع أحد الوالدين فعشان هيك الاهتمامات العاطفية بتكون بأوجها خلال هذا اليوم وبرضو جيدة للمصالحة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا تحمل بعض العباء لأنه شوي الأمور إلها علاقة بالقمر اللي موجود لغاية ساعات الصباح أهم إيش أنكم تواصلوا عملكم اللي بدأتم فيه من قبل وما تبادروا بعمل جديد خلال هذا النهار أهم إيش برضو خلال هذا اليوم ما تهملوا صحتكم لأنه طاقتكم زي ما حكينا فيها نوع من أنواع الضعف في ساعات الصباح للظاهرة القمر رح ينتقل العقرب هنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن تتعقد بعض الأمور وتترى بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوى القانونية بالفترة هاي إذا عندك قضية بدك تتابعها بشكل جيد خصمك بالفترة هاي قوي والعرقيل ممكن إنها تستفزك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأمور المالية المشتركة روتينية يعني بتتعامل فيها على حسب طبيعتك على حسب وضعك ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالمؤسسات المالية أو أمور إلها علاقة بالضريبة بالتأمين بالادخار بجمعية معينة بديون مثلا أو قروض أو أموال ما بتعود لك في منك رح يهتم ببعض المسائل الغيبية أو يهتم بصحة أحد الأحبة أو المقربين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا تعمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد بس ممكن إنه يجي لبعضكم لبعض موليد برج التور يجيهم خبر مزعج من خارج البلاد أو إشيء علاقة بالسفر أو بالتواصل مع مؤسسات دولية شوي يعني يكون فيها إشي مربك أو تعطيل معين أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن اليوم تعززوا من علاقتكم بزملائكم أو رؤسائكم بالعمل وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعلاج أو بمراقبة الصحة أو أشياء من هذا القبيل في منك رح يستغل صداقة أو معرفة معين كواسطة مثلا يدعم في مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا منحكي بردو فيها نوع من أنواع الإيجابية للتلاقي أو للتقابل ما بينك وبين الأصدقاء فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو زيارة وأهم إشي أنه ما تحاول أنك تفرض رأيك على الأصدقاء والمعارف والأحبة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا المريخ اللي موجود في بيت المتاعب اليوم أقل حدية بالوجود تاعه ولكن برضو هو سلبي بطبيعته فعشان هيك هو بيجيب بعض الأعطال على مستوى العمل بيجيب أشخاص ممكن بتتآمر عليك وانت بتكون كاشفهم دير بالك من النصب والإحتيال وبرضو اهتم بصحتك والتقلبات الصحية المفاجئة برج الجوزاء طبعا اليوم بظل لغاية ساعات الصباح الجو إيجابي بيدعمكم بيقارب ما بينكم وبين أحباكم برضو بعطيكم رغبة لأمور إلها علاقة بالاهتمام الشخصي أو النفسي يعني زي تغيير أو تجميل أو اهتمام بالجسم باللباس بالأشياء هاي يعني الأجواء تقريبا بتحمل بعض الأشياء الإيجابية اللي بتحزن السن من مزاجكم لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتدخلوا فترة شوي فيها بعض الأعطال أو بعض الأمور السلبية اللي إلها علاقة إما بالصحة أو بالعمل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بلشت فترة إيجابية على مستوى أمور المال في أشخاص بقولك أنت بتحكي عن المال بتحكي عن المال ومش صاير إشيي أنا دائما بحكي اتحرك عشان أنت تستغل أو استغل الفرص لتحسين وضعك المالي الأجواء جيدة وطرق الأبواب على عمل جديد أو على شيء ممكن يجيب لك ما تكون مالي يعني أنت اللي بدك تتحرك مش أنت قاعد في الدار أو ملتزم بشيء معين وبتستنى تجيك الرزق من شيء آخر أهم شيء أنه بالفترة هاي تستغلوها قدر الإمكان لأنه فيها نوع من أنواع الإيجابية وبرضه ممكن تساعد بدعم معين أو هبات أو مستردات مالية أما بالنسبة للبيت الثالث يعني تقريبا منقدر نحكي الأجواء الروتينية على مستوى الاتصالات والحوارات تواصلك اهتمامك بالتنقلات أو الحوارات الروتينية على حسب نشاطك وحركتك أهم شيء أنك تضبط عصابك وما في داعي للإنفعال ولا للعصبية خلال هذا اليوم ولا توجيه كلام جارح للأشخاص اللي بتعاملوا معك ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة من البيت الرابع بالبيت ولكن شوي المزاج حاد فعشان هيك ممكن يتقلب المزاج مع أحد أفراد العائلة أو بسبب وضعي معين أو مثلا عطل معين بصير في البيت بأخذ نوع من أنواع الاهتمام أكثر نقاش معين ممكن شوي يسبب لك نوع من أنواع التوتر بدك تحذر من كل الأمور اللي إحنا ذكرناها عشان أنت ما تدخل في مرحلة صعبة أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا القمر موجود لغاية ساعات الظهر في البيت الخامس من الآن فبوسعك وقضاء وقت ممتع مع أحبائكم أو التواصل معاهم أو لقاءهم أو الخروج بينزهة أو تغيير جو أو حتى أمور إلها علاقة بالترفيه من ساعات الظهر بيبدأ العمل بتراكم عندكم بدكوا تنتبهوا لصحتكم في هاي الفترة بتتزامن الواجبات يعني ممكن يصير أكثر من عمل مع بعض فعشان هيك ممكن ترتبك ما تقدر تنجزه كله مع بعض وممكن تصعب بعض الأمور أو بعض الأعمال عليك ممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهم إشي أنك تحاذر من المشاكل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فطريق التعاملكم مع شركائكم أو ما بينكم وبين الأزواج روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ما بينكم وبين بعض أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم بحدث بعض الأشياء المفاجئة اللي بتتعلق بالوضع المالي ممكن التزامات أو دفعات أو قلق من وضع مالي معين ممكن أموال مشتركة أو قرض معين أو ضياع بعض النقود منك أو فقدانها أو نصابين ومحتالين يعني بحاولوا يستغلوك بالفترة هاي برضو بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والدراسات الجامعية فعشان هيك منقول لك إذا عندك مقابلة أو مناقشة اليوم يعني بدك تستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحلوض حاول أنك تركز برضو يعني شوي بصير فيه تشتت بالفكر أو بالذهن فعشان هيك ممكن تكثر الأخطاء بسبب التسرع أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة شوي بتحمل نوع من أنواع القلق فممكن تخليك أو ترسم لك أو يرسم لك خيالك شيء معين ويجمل لك ولكن بالواقع هو شيء سلبي فعشان هيك بدك تنتبه من تشويه السمعة ومخالفة القوانين والمجازفة وما تدخل بأي شيء العلاقة بالمواجهة ما بينك وبينزو ملاك أو رؤساك بالعمل أو إثارة المشاكل بالفترة هاي ما تشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا تحمل لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة ببعض الأصدقاء ممكن تستاء من تصرف صديق أو أنه تكتشف حد بيحاول أنه يستغلك أو عدو بتقمص شخصية صديق يعني شوي هيك يخذلوك في مسألة معينة فأنت كلك ردات فعل سلبي خلال هذا النهار في منك ورح يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا أورانوس بما أنه موجود في البيت 12 فهو بيحدث مشاكل لها علاقة بالوضع النفسي فبما أنه البيت الثامن وبيتك 12 فليسألوا ليش الوسواس بالفترة هاي بزيد لأنه بسبب أورانوس بسبب برضو نيبتون اللي إله علاقة بالوهم وبرضو بسبب البيت الثامن اللي موجود في الجدي هدولا كلهم سلبيات فبعززوا الوسواس وبعززوا القلق والأمور السلبية برج السرطان طبعا الأمور رح تظل فيها نوع من أنواع الضغط لغاية ساعات الظهر تقريبا بعدين الأجواء بصير فيها نوع من أنواع الإيجابية وبتنشحن بطاقة قوية جدا بصير عندك رغبة اليوم للتحركات على أنواعها ممكن تهتم بنفسيتك أكثر بشخصيتك أكثر بلباسك أو بهندامك بأمور تجميلية بشكل أكبر اليوم مناسب للأمور هاي وخصوصا من ساعات الظهر يعني الأجواء بنصير جيدة فممكن أن تستغلها إما ساعات الظهر أو في اليوم اللي هو بكرة برضو بكون الوضع أحسن أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى الأمور المالية لسه في نوع من أنواع الضغط أو القلق أو المصاريف أو ضغوطات مالية مع ساعة الصباح ممكن تترتب بعض المسائل أهمش أنك تبعد عن المصاريف لزيادة وعن الدفعات وعن الالتزامات المالية اللي ممكن منها شوي يكون مربك وبحاجة للتركيز أكثر وتراقب وضعك المالي بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء داعمي على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات والاتصالات والإقناع وبرضو في منك اليوم رح ينشط بأمور إلها علاقة بمناقشة موضوع أو مقابلة معينة ممكن إلها بعمل أو إلها علاقة بدراسة معينة اللي عنده امتحانة ومقابلة اليوم رح يبدع ولكن أهم إشيء ما تندفع وتتهوروا على الطرقات أثناء الحركة أو قيادة السيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود في بيتك الرابع لغاية ساعات الظهر اتجنبوا إدخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت أو إذا بدكوا مضطرين للأمر هذو بدكوا تراقبوا كفالتها وأوراقها الأمور إنها فيها ضربة فيها شغلة فيها خلل أنتوا بحاجته ولا مش بحاجته بتتركزوا على هاي الأمور بشكل كبير وأي بعدوا عن الخلافات والنقاشات العائلية قدر الإمكان من ساعات الظهر طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهمش أنك تلطف الأجواء الأجواء واعدة والعلاقة ممكن أنك تقدر تعيد حتى علاقة لطبيعتها أو تتواصل بشكل جيد مع الأحبة ممكن اليوم تنال ما بترغب وتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة الفترة هاي فيها نوع من أنواع الإيجابية بشكل قوي جدا أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني تقريبا جيدة أو روتينية على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الروتينية بالنسبة لك أو تتعامل على طريق العمل بشكل روتيني وفي منك رح يهتم ببعض الأمور الصحية اللي بتتعلق فيه أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الضغط أثناء التعامل مع الشركاء اللي هم مع الأزواج فهي بتحمل نوع من أنواع الحدية أو التقلب المزاج أو مشاكل أو حوارات أو أمور إلها علاقة بردات الفعل السلبية من ساعات الظهر ممكن الأجواء تخف شوي ويصير فيه قدرة للتواصل أو للحوار أكثر أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا تحمل بعض الأمور اللي إلها علاقة بالوضع المالي مشاكل أو تترتب عليك بعض المصاريف أو الدفعات أو بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بوضع مالي معين ممكن إلها علاقة بمؤسسة يعني مالية زي بنك ضريب تأمين أو إيش إلها علاقة بالأقصاط والفواتير أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء اليوم فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة الجامعية أهم من شيء إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة اليوم فممكن تعزز من سمعتك أو تدافع عن سمعتك أو تهتم بشيء العلاقة بالعمل أو توطيد العلاقة أو أشياء إيجابية بالدعم من علاقتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيحمل نوع من أنواع التقلبات ولكن مش هال إشي الخطير على مستوى العلاقة بالأصدقاء فاليوم ممكن يصير لقاء مفاجئ أو اتصال مفاجئ أو يفاجئك أحد الأصدقاء بالتواصل معاك أو يطلب زيارتك ممكن يصير لك بعض الاهتمامات ببعض الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو إيشي إلو علاقة بأحد الأشخاص مثلا بيشغل منصب معين أو واسطة في شيء معين تحاول أنك تستشيره أو يعني تطلب منه خدمة اللي يساعدك فيها أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب خالي من الكواكب ما إلو أي تأثيرات الوضع فيه إيجابي شيئا ما فبدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل يعني بيخليك تنجز أعمالك بيخليك ما تراكم الأعمال وكون عندك رغبة لهذا العمل أهم مش إنك ما تلتهي وبرضو بيعزز أمور إلها علاقة بالوضع الصحي أو بيحسن وضع صحي معين فعشان هيك بنقولك إنه راقب الأمور الصحية لأحد الأحبة برج الأسد طبعا الأجواء بيظل فيها نوع من أنواع الإيجابية أو الحيوية أو الطاقة أو تقدر تضبط نفسيتك وعصابك لغاية ساعات الصباح أو لغاية ساعات الظهيرة من ساعات الظهيرة تقريبا بتفضل الأجواء العائلية أكثر أو البيتية أكثر ممكن يعني شوي هيك يتقلب مزاجك في فترة ساعات الظهر أو تحتد من بعض الأمور أو يحدث أمر طارئ مثلا فشوي يقلب مزاجك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا جيدة على المستوى المالي فبتحقق اليوم بعض الاهتمامات المالية ممكن تيجي أمور إلها علاقة بالمكاسب اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو الهدايا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية لغاية ساعة الظهر اللي بيتقدم لامتحان بس بده يستعد بشكل جيد وخصوصا على مستوى المراحل الأساسية أثناء الحوارات والنقاشات برضو بدك تكون مستعد ودارس الأمور بشكل جيد ما تندفع وما تتهور ما تغامر خلال هذا اليوم من ساعات الظهر بانتقل القمر للبيت الرابع فبتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية موسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة اتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسائل عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوق لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر والاستثمار أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواع المستوى العاطفي تقريبا روتينية يعني طريقة تعاملكم ما بينكم وبين الأحباء روتينية ممكن بعض موليد برج السرطان يكون حساس الزيادة عن اللزوم فيتحسس من موقف أو من ردة فعل معينة تسبب له نوع من أنواع الضغط أو الإحراج أو القلق من مسألة معينة أو يحتد بالمزاج أثناء تعامله مع أحد الأحبة له أحد الأبناء أحد الوالدين الحبيب نفسه أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعلاج أو إلها علاقة بمستشفى أو بمريض معين أحد الأقارب أحد الأحبة عندك في منكه بارضه رح يتراكم عنده بعض الأعمال أو يكون فيه تقلب على مسألة معينة إلها علاقة بالعمل اللي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام لزيادة أو العمل ساعات إضافية أكثر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي روتيني يعني بتتعاملوا ما بينكو بين الأزواج أو شركاء المال روتيني ما في أي شيء تأثيرات كواكب بتأثر عليك إيجابي أو سلبي يعني على حسب طبيعتكم ولكن إجمالا أنا شايف الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن تقريبا الأجواء على مستوى الأموال المشتركة ممكن شوية تكون حادة أو تحمل نوع من أنواع التقلب أو الحدية بالطباع على مسائل مالية مالية إما أنه بتتراكم عليك مطالبات أو مسائل مالية معينة توترك أو مثلا قروض أو إشي العلاقة ببنك أو ضريبة أو تيتأخر معاملة معينة إلها علاقة بالوضع المالي فتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو القلق أو الحدية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا اليوم رغبة للتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالدراسة أو معلومة مثلا علمية معينة بتحاول تبحث فيها في منك وممكن يهتم بأمور إلها علاقة بثقافة أو سياسة أو فلسفة أو دين أو نقاشات من هذا القبيل أهمش اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بيركز بشكل جيد وما يرتجل أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة يعني جيد ما فيها المشاكل خطيرة يعني ممكن أنه اليوم تعزز بس من علاقتك مع زملائك أو رؤساءك بالعمل أو يعني تعتمد على أحد المعارف لمساعدتك في مسألة معينة أو مشورته في مسألة معينة لأوقات إيجابية وممكن تدافع عن سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى بيت الأصدقاء برضو جيد يعني اليوم برضو بتحمل لك نوع من أنواع التلاقي أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تنشط أنت بالتواصل مع أحد الأصدقاء يا بتفضفضله يا إما أنه بتحاول أنك أنت تغير جو معه ممكن تنشط برفقته أو تقوم بزيارة أو أشخاص هم اللي يجوا يزوروك أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية فممكن اليوم يعني تحمل لك نوع من أنواع التلاقي أو المقابلة أو أمور لها علاقة باهتمامات مثلا تزور مريض أو تزور شخص بيعمل معاك أو شخص حابب أنت تعمل أنت والأهم أنت تراقب أمورك الصحية بشكل جيد وتراقب أعمالك حاول أنك ما تخليها تتراكم وما تأجل أمور إلى علاقة بالعمل اليوم بيحمل نوع من أنواع القلق اللي بتعلق يا إما بصحتك يا بصحة أحد الأحبة برج العذراء طبعا بالنسبة لليوم معروف أنه القمر صار موجود في البيت الثاني يبدو ينتقل للبيت الثالث يعني الأجواء رح يكون فيها بعض الإيجابية أو الأشياء المساعدة لإلكم اليوم وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الصباح كل ما صار الجو أحسن بتشوفوا أنه أنتوا مشحون بطاقة عالية برضو عندكوا عدة مخططات أو أشياء حابين أنكوا تنجزوها اليوم في تحركات معينة أو مشاريع أو أشياء في مخططاتكم حابين تنجزوها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني طبعا بتكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة حاولوا أنكوا تخففوا من المصاريف قدر الإمكان حافظوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو المصاريف لزيادة صحيح أنه في أشخاص منكم ممكن يحصلوا على بعض المكاسب المالية أو يستردوا بعض الأموال اللي إلهم وممكن المكاسب هاي تيجي بالأغلب من عمل إضافي في ساعات الظهور القمر رح ينتقل للبيت الثالث فعشان هيك رح تنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبكون لكم تعامل مع أخ أو جار بتكثر النشاطات حسب حقل اختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك وتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهمش أنك ما تتردد بالتحرك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا يعني رح يكون فيها بعض الإيجابية أو أشياء ممكن تكون لصالحك خلال هذا النهار يعني ممكن تنجز بعض الأعمال المنزلية أو اللقاءات العائلية أو الحوار العائلي أهمش أنك تضبط عصابك ما في داعي لفرض الأوامر أو التحكم أو يعني العصبية داخل البيت ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية اللي شوي يكون منها مربك أو يطلب عليها شوية مصاريف أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا مع ساعات الظهر بيصير فيها نوع من أنواع الإيجابية رغم الجو المتوتر أو الأشياء اللي فيها نوع من الحدية أو العصبية حاول قدر الإمكان أنك أنت تتعامل بمرونة اليوم جيد لمصالحة أو لمرافقة الحبيب أو للإطلاع على مطالب أو الأشياء اللي بتخص الحبيب ممكن تفكر في الخروج في نزهة أو تغيير جو أو مرافقة الحبيب في مسألة معينة أو ممارسة هواية معينة في منكو رح يكون له تعامل مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا على المستوى العام خصوصا العملي يعني شوي بيكون فيه نوع من أنواع الضغوطات أو بتتراكم عليك بعض الديون أو الأعمال المربكة اللي بتتطلب نوع من أنواع الاهتمام لزيادة أو بتلاقي بعض الأعطال اللي ممكن إنها تواجه عمل معين أما بالنسبة للوضع الصحي فالأجواء تقريبا عند بعض موليد برج العذراء ممكن تحمل بعض التقلبات اللي بتيجي على شكل مغص التهابات أمعاء وجع معدي أو صدع أما بالنسبة للبيت السابع طبعا هنا من يجي على نبتن اللي ما زال الجو شوي بعطي نوع من أنواع التوتر أو القلق ولكن مع ساعات ظهر الأجواء بتصير إيجابية شيئا ما ممكن اتدعم من علاقتكم أو تقارب ما بينكم وبين الشريك أهم إش أنكم تبتعدوا عن الحدية وعن المزاجية وعن الوسواس والقلق والغيرة أو الشك أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الأمور رح تتركز على الأموال المشتركة في أمور إلها علاقة بديون أو قروض أو جمعيات مثلا أو أمور بنكية أو مؤسسات مالية ممكن تكون مقلقة لإلك أو مطالبات لبعض الأموال اللي بتعود لك مثلا بتكون مدائينها أو كفلان أشخاص بتحاول تحصل بعض الحقوق اللي إلها إلك شوي ممكن تكون مربكة وبرضو ممكن تظهر بعض الأشياء اللي إلها علاقة بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها مفاجآت على مستوى الاتصالات والحوارات والامتحانات ممكن امتحان مقابلة بشكل مفاجئ ممكن مراسلة ممكن الاهتمام بدراسة معينة ممكن أشياء إلها علاقة بجامعة تقديم طلبات أشياء من هذا القبيل تهتموا فيها في منك ورح يهتم بمسائل إلى علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات أو المحاكم أهم شي إنه إذا كان عندكم امتحانة أو مقابلة يتركزوا بشكل جيد تستعدوا تدرسوا ما في داعي لأنك أنت ترتجر الأعمال أما بالنسبة للبيت العاشر في الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وعلى مستوى العمل الجديد فممكن تقدم طلبات أو تعمل مقابلة وبرضو بتدعم من مكان عملكم أو علاقتكم ما بينكم وبين زملائكم أو رؤساكم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى الأصدقاء فاليوم تنشط بلقاء الأصدقاء أو حوارات معينة أو لقاءات معينة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو تقوم بزيارة لبعض الأصدقاء يعني الأجواء تقريبا فيها بعض الإيجابية على مستوى علاقاتكم مع عارفك وأصدقات أما بالنسبة لبيت المتاعب فالآن بيت المتاعب يعني هي بتيجي من حركة الشمس وعطارد اللي انتقل عندك ولكن بالنسبة اللي لسه ما يجي عيد ميلادهم يعتور بيت متاعبهم فبدهم ينتبهوا لعملهم ينتبهوا لبعض التأجيلات أو التأخيرات وبرضو لبعض التقلبات اللي ممكن تيجي على الوضع الصحي اللي بتعلق فيهم أو في أحد الأحبة يعني بتكونوا من تبهين برج الميزان طبعا بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط مع هيك لا تبادروا بأي عمل جديد بل واصلوا عملكم الاعتيادي اليوم النفسية أحسن من الأيام الماضية بتشعروا بطاقة إيجابية أكثر كل ما اقتربنا لساعات الصباح يعني بتشعر أنه تغيرت الأجواء أو بدأت الأمور شوي تتغير لصالحكم مع انتقال القمر عندكم وبدو ينتقل للعقرب هذا الإشي بساعدكم صحيح أنه على الأغلب الكل مضغوط من موليد برج الميزان بسبب تواجد الشمس وعطارد الآن في بيت المتاعب يعني بتجيهم بعض الأشياء اللي إلها علاقة بتقلبات المزاج أو الحدية أو العصبية في بعض الأوقات أو الإنزعاج من بعض المواقف اللي ممكن تمر عليك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا مع ساعات الظهر بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهمش أنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الأجواء على مستوى التنقلات والحوارات بتظلها نشطة لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر ممكن شوي هيك يصير عندك نوع من أنواع الإنزعاج أو العصبية أو التوتر أو القلق من مسائل معينة أهم شي أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان حاول أنك يعني شوي ما تعصب ما تحتد بأضبط أعصابك قدر الإمكان يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية أو فيها نوع من أنواع القلق من مسائل معينة يعني بس أنه أهم إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد برضو أثناء تعاملك مع الإخوة أو الجيران بدك تحاول أنك تضبط عصابك يعني بدون انفعالات بدون عصبية وبرضو على أمور إلها علاقة بالحركة والنشاط بدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأجواء على مستوى البيت اليوم التواصل الجيد صحيح أنه في أجواء حادة أو في تقلبات أو في أشياء إلها علاقة ببعض الأمور اللي ممكن مزعجة ولكن مع ساعات الظهر تقريبا الأجواء بتستقروا بتحمل نوع من أنواع المشاورات أو الحوارات أو الأشياء الإيجابية اللي بتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تظهر بعض المسائل لبعض الأشخاص من موليد برج الميزان مثل أعطال أو اهتمامات منزلية أو اهتمامات عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا روتينية يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا أنت وأحبتكم بطريقة اعتيادية أو على حسب مزاجكم وعلى حسب علاقتكم وطريقة تعاملكم مع بعض بس ممكن اليوم تحمل نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع القلق على مسائل إلها علاقة بالعمل أو إلها علاقة بالصحة أهم شيء أنك تبتعد عن الوسواس وما فيه داعي للشك حاول أنك تنجز أعمالك بالكامل حتى لو عملت ساعات إضافية أهم شيء أنك ما تخلي أعمالك تتراكم عليك وما تدخل بأي نقاشات حادة إلها علاقة بالعمل وزي ما حكينا راقب صحتك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء اليوم مساعدة على أمور إلها علاقة بالشراكة أو تدعيم علاقتك أنت والشريك أو التقارب بالأفكار ما بينك وبين الزوج أو الزوجي أهم شيء أنه يكون الحوار بناء بدون عصبية وحدية ولا توجيه صفات الأمر أو اللوم بتلاقي الأمور ومشت بالشكل الصحيح وبرضو بتحمل أشياء ممكن تكون لصالحكم أو ترتب الوضع القادم للأيام القادمة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا بيحدث مفاجآت على مستوى الأمور المشتركة فعشان هيك بدك تكون حذر من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي على شكل أعطال أو ظهور فوتير أو مطالبات مالية أو التزامات مفاجئة ممكن قلق من وضع مالي معين أهم إش أو فكرة بدك تراجعه أكثر من مرة ممكن يتعطل في بدايته أو يصير في بعض المشاكل ولكن في النهاية مع تكرار المحاولات بتمشي الأمور يعني بمعنى أنها بتمشي كل الأمور ولكن بصعوب شوي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء على مستوى الاتصالات البعيدة والدراسة الجامعية أو التنقلات والحوارات فهي روتينية يعني على حسب طبيعتكم على حسب نشاطكم واستعدادكم حسب دراستكم بتكون أهم شي أنه بالفترة هاي إذا في قضية قضائية حاول أنك تركز بحيثياتها بشكل جيد لأنه شوي الأوضاع مربكة على مستوى البيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة والعمل الجيدة يعني بتدعم من أمور إلها علاقة بسمعتك برضو على مستوى العمل وعلاقاتك بالمسؤولين أو زملائك بالعمل الجيدة وحتى للي بيبحث عن عمل أما بالنسبة لبيتك 11 فلقات لأقاءاتك مع الأصدقاء اعتيادية فممكن نشاط عادي أو زيارات أو مجاملات أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء بشكل ودي أما بالنسبة لبيتك 12 طبعا بيت المتاعب هو اللي بيجيب الأعطال والتقلبات على مستوى العمل وبرضو بيجيب تقلبات على المستوى الصحي فبدك تكون حذر من هاي التقلبات وتكون مهيئة لها وتستعد لها بشكل جيد برج العقرب طبعا بالنسبة للعقرب معروف أن القمر لغاية ساعات الظهر موجود في بيت المتاعب فعشان هيكي بظل التعب مسيطر عليكم صار لكم ثلاثة أيام يعني الأجواء مشحونة هيكي الوضع مش مستقر في بعض التقلبات عند بعض موليد العقرب أكثر يعني متفاوطة على حسب العشريات أهم إيش أنكو تنجزوا فقط ما هو ضروري من العمل المتراكم واخلدوا للراحة بيطرق تغيير للأفضل على صحتكم من ساعات الظهر بتتغير الأجواء بشكل إيجابي بتستعيد حماستك لأن القمر رح ينتقل للبيت الأول عندك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي ما زال فيها نوع من أنواع الإرتباك أو الإرباك أو ظهور بعض المسائل المالية اللي بتخليك تعصب أو تحتد ممكن أمور إلها علاقة بمطالبات أو مصريف زيادة أو إشي بتعلق بالوضع المالي اللي ما بينك وبين بعض الأشخاص أهم شيء أنك تخفف من حديتك وتبتعد عن المصاريف الزيادة ورتب الوضع المالي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الأجواء جيدة ودعم لإلك على مستوى الاتصالات والحوارات اليوم يعني بصير عندك نشاط كل ما اقتربنا لساعة الظهر وهي بتعزز وبتعطيك نشاط عالي جدا على مستوى النقاش والحوار والتسويق ولكن شوي في مزاجك نوع من أنواع العصبية إذا ضبطت عصبيتك الأمور كلها ممتازة انتبه أثناء تنقلاتك وأثناء قيادتك للسيارة إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد اليوم بيحمل لك برضو نوع من أنواع التعاون أو التلاقي أو التقابل ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى البيت وفي ساعات الظهر ممكن تظهر بعض الأمور الطارئة أو المقلقة أو اللي شوي تعمل نوع من أنواع الإيرباك من أعطال أو ظهور مشاكل معينة أو مطالبات أو مثلا أشياء لها علاقة بالوضع العائلي أو اجتماع عائلي ممكن نقاش حد شوي أو خبر مزعج أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء المستوى العاطفي يعني تقريبا اليوم أحسن من الأيام الماضية بتحمل نوع من أنواع الراغبة للتواصل بالأحبة خصوصا من ساعات الصباح أو الاتصال أو الاطمئنان على الحبيب في أجواء إيجابية بتحيط فيك ممكن تفكر اليوم بممارسة هواية معينة أو قراءة أو مطالعة على موضوع معين أهم إشي أنه يعني شوي ابعد عن شغلة الشيك والغيري والوسواس والقلق خصوصا أنه الأجواء بس بهي بحاجة لا نوع من أنواع التشجيع وتمشي الأمور بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الوضع الصحي ما زال فيه نوع من أنواع القلق فعشان هيك يبدأك تحافظ على صحتك بشكل جيد حاول تضبط أعصابك قدر الإمكان ممكن الفترة هاي يعني شوي تحمل نوع من أنواع المشاحنات أو النقاشات على مستوى العمل أو مع أحد زملاء العمل أو ظهور ملف شوي معقد يعني يطلب منك نوع من أنواع الاهتمام برضو راقب وضعك الصحي بشكل جيد لغاية ساعات الظهر بعدين الأمور إن شاء الله بتكون يعني دخلت مرحلة الأمان أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكب ولكن ممكن تظهر بعض النقاشات أو الحوارات الحدي أو الانزعاج من بعض التصرفات اللي بيقوم فيها الشريك ممكن لأنه بتصرف بشكل فردي أو ما بيشورك في مسألة معينة أو في نوع من أنواع الإهمال هذا الإشي اللي بيضغطك بشكل سلبي ويخليك تنفعل وتتوتر أو متحس بنوع من أنواع يعني الضغط العالي اللي ممكن يولد ردة فعل سلبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء روتينية على مستوى الأموال المشتركة فما في لا إيجابي ولا سلبي حسب طبيعتك بتنجزها خصوصا أمور الأموال اللي بتتعلق في البنوك أو الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الصباح بصير عندك رغبة أكبر للتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالمجالات الدراسة أو المؤسسات التعليمية الجامعات الامتحانات المقابلات كلها هاي اليوم تنشط فيها أو بكون فيه إلك نوع من أنواع الإهتمام ببعضها أهم إشي إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة استعد بشكل جيد وما ترتجل الأمور أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء يعني تقريبا روتينية على مستوى أمور العمل والسمعة يعني بتتعامل بشكل روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي إعلاقتكم بعملكم أو بدفاعكم عن سمعتكم روتينية أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك باللقاءات والحوارات وتلاقي الأصدقاء والتعاون ما بينك وبينهم وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء كما ذكرناها أن التعب رح يظل مسيطر لغاية ساعات الصباح بعدين الأمور بتصير إيجابية أهم شيء أنكم تنجزوا ما هو ضروري من العمل المتراكم وحاولوا أنكم تتعاملوا بشكل روتيني حتى ساعات الصباح بعدين الأجواء بتنقلب تلقى نفسها لصالحكم برج القوس طبعاً رح تنشطوا بين الأصدقاء خلال يعني من الآن لغاية ساعات الظهر ولكن اللي رح يصير أنه القمر زي ما نبهنا بالأيام الماضي أنه رح ينتقل وصير في بيت المتاعب شوي هذا رح يأثر على نفسيتكو يعمل نوع من أنواع التقلب أو شعورك بالملل أو الإحباط أو شوي يخلي فيه تقلب وحدية عندك بالمزاج أو شعورك بنوع من أنواع التعب أو الإرهاق في بعض المسائل يعني بتطلب منك الموضوع شوية الاهتمام بصحتك أكثر أو الاهتمام بوضعك بشكل أكبر ما في داعي للمجازفات أو للمغامرات خلال الفترة هاي حاول أنك تسيرها بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم يعني ممكن تظهر بعض العقبات اللي إلها علاقة بالوضع المالي ممكن تضطر لتأجيل بعض الأمور أو تتأجل أمور من تلقاء نفسها ممكن تظهر عندك بعض المصريف أو الإنزعاج من بعض المسائل المالية ممكن شبعض كوي حصل بعض المكاسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات ولكن هاي نسبة قليلة من موليد برج القوس أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا حادة عندك بالمزاج في تقلب عالي جدا في حدية بالطباع شوي بيكون عندك ردات فعل سلبية في نوع من أنواع الإنزعاج أو ممكن تسرع في بعض القرارات بدك تضبط عصابك قد ما بتقدر خلال هذا النهار ما في داعي للتوتر أو الإنفعال إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد وممكن اليوم يحمل لك نوع من أنواع التعامل أو التعاون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شوي بتحمل نوع من أنواع الإيجابية شيئا ما مع ساعات يعني نحكي ظهريات هيك ممكن يكون لك رغبة بالمقوث بالبيت أو الاهتمام ببعض المسائل البيتية أو العائلية ممكن ترتيب وضع معين ممكن تظهر بعض الأعطال أو النشاطات الاجتماعية العائلية أو مسألة عائلية مربكة يعني الأجواء متقلبة على مستوى البيت فعشان هيك بدك تكون حذر وتضبط أعصابك وما في داعي لإصدار القرارات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية والتعاطف ما بينك وبين الحبيب والتلاقي فممكن اليوم تهتم بمسألة إلها علاقة بالحبيب أو تتلاقوا على مسألة معينة أو تخرج لنوع من أنواع التغيير في بعض المسائل وفي منك رح يكون له تعامل جيد ما بينه وبين أخ أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء تحمل نوع من أنواع المفاجآت على مستوى العمل فعشان هيك بدك تكون مهيئ أو جاهز لبعض المفاجآت أو العطال أو عمل مربك أو ظهور مشاكل مثلا على مستوى العمل وبرضو بدك تنتبه لوضعك الصحي من بعض التقلبات أو شعورك بالتعب أو يعني تحتاج لزيارة الطبيب إلك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى الشراكي روتيني تعاملكم ما بينكم وبين شركائكم روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم تتعاملوا أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا بتحمل مفاجآت على مستوى الأموال المشتركة يعني الأموال اللي ما بتعود لك أو اللي أنت شريك فيها أمور إلها علاقة بالبنوك بالضريبة إلها علاقة بالديون إلها بالميراث مثلا بأموال الشريك أو الشريك الزوج أو الزوجي يعني هاي الأموال اللي إحنا بنقصدها اليوم ممكن يكون فيها بعض الأشياء الإيجابية أو تحقق أو تنجز ملف بهذا الموضوع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي روتيني ما في أي شيء يعني اتصالاتك وحواراتك الخارجية كلها روتينية أهم مش إذا كان عندك امتحان جامعي أو مقابلي مثلا تستعد بشكل جيد ممكن يظهر ملف أو يتأجل ملف بشكل مفاجئ له علاقة بشحنة أو ببريد أو بمراسلات خارجية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة وبتدعمك وبتعمل نوع من أنواع التلاقي ما بينك وبين الأشخاص اللي أنت بتعرفهم بتجعل لك حضور جيد وقدرة على التواصل وكسب الأصدقاء والمعارف حتى على مستوى عمل جديد أو توطيد علاقتك بزملائك أو رؤسائك بالعمل بتكون ممتازة وبرضو على المستوى أنك يعني تميل على بعض الأشخاص اللي شوي ممكن يدعموك في مسألك واسطة أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة لبيتك 11 فزي ما حكينا أنه القمر موجود فيه لغاية ساعات الظهر فبتنشطوا بين الأصدقاء أهم إشي أنه ما تعتمدوا كثير على وعد ممكن يقطعوا لكم أحدهم في ساعة ظهر القمر بصير موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتكن تنتبهوا كثير لصحتكم ما توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ما تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباسات يعني بمعنى أنه الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع التأخير أو الأعطال أو الوعود الكاذبة أو المفاجآت اللي ممكن تصدمك في بعض الأوقات فبدك تكون حذر ومهيئ لها بشكل كامل برج الجدي يعني أنتوا بتدخلوا الآن فترة جيدة ولكن هاي الفترة الجيدة بتكتوا حاولوا تستغلوها قدر الإمكان لما صلحتكم ولإنجاز أمور قبل ما يوصل القمر للقوس يعني معكو يومين وربع لحد يتم القمر يوصل لبرج القوس فهنا بصير بيت متاعبكم الأمور بتكون ضغطة فعشان هيك يهتموا بحالكم بالفترة هاي بتعطيكو عندكو نشاط عندكو قدرة لإنجاز ملفات نفسيتكو أحسن عندكو راغبة لتحقيق بعض الأشياء اللي كانت عالقة بالفترة الماضية استغلوها بكل جهد عشان تنجزوا كل إشي ضروري أو كل الأعمال الضرورية بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا شوي الأمور المالية ممكن تتلفت انتباهك خلال هذا اليوم ممكن تظهر بعض المصاريف أو الأعباء أو يعني يكون عندك رغبة بالإصراف حاول قدر الإمكان تضبط ميزانيتك بشكل جيد راقب أموالك يحاول أنك تقلل من مصاريفك وانتبه من بعض المحتالين والنصابين أو الاستغلاليين اللي ممكن يستغلوا طيبتك وكرمك فيحاولوا أنهم يستغلوك ماديا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نشطة على مستوى الاتصالات والحوارات فرح تنشطوا باتصالات وحوارات وتنقلات وخصوصا مع اقتراب ساعات الظهر فالأمور بتصير إيجابية ولما صلحتكم فممكن تناقشوا أو تحاوروا أو حتى أنك توصل فكرتك بسهولة أهم شي بس إذا كان عندك امتحان أو مقابلة تستعد بشكل جيد وممكن اليوم يصير فيه شيء إلو علاقة بالسيارة أو إلو علاقة بتليفون مثلا يطلب منك نوع من أنواع الاهتمام وفيه منك رح يكون له تعاون ما بينه بين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء على مستوى البيت تقريبا أحسن كأجواء ممكن اليوم تحمل نوع من أنواع التودد أو التلاقي ما بينك وبين أفراد العائلة بخف الإنزعاج أو الحدية عندك شوي ممكن تتعامل بشكل عقلاني وتوصل الرسالة بطريقة منطقية وعقلانية للطرف الآخر وخصوصا للأطراف اللي إلها علاقة بالعائلة ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية أو أمور إلها علاقة بترتيب أو صيانة أو بعض النشاطات المنزلية أو العائلية اللي شوي تكون مربكة ولكن عندك قدرة على إنجازها أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي يعني ممكن شوي تحمل نوع من أنواع المفاجآت والتقلبات بالمزاج ولكن في ساعات الظهر الأجواء بتصير إيجابية تدفعك لإشي العلاقة بهوايتك أو ممارسة هوايتك أو الترفيه أو التواصل مع الأحبة أو التقرب من أحد الأحبة زي الأبناء أو الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس وأنا بنقول لك بدك تنتبه على وضعك الصحي بشكل جيد وبدك تنتبه برضو من بعض التقلبات اللي ممكن تصير على مستوى العمل ظهور بعض الأعباء أو عمل مربكة أو إشي بتطلب الاهتمام منك الزيادة فحاول أنك تجتهد وما تخلي هاي الأعمال تتراكم عندك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة ودعمة بقوة اليوم لا تواصل الحوار ما بينك وبين الشريك فهاي بتعمل نوع من أنواع التوازن أو التقارب الجيد أو المصالحة أو تراجع عن قرارات سابقة أو حتى أنك أنت شوي تكون فيها هيك نوع من أنواع الود أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأمور المالية المشتركة ممكن تظهر بعض الأعباء فهي بتتعلق بمطالبات أو بالديون أو بمساق يعني إشي العلاقة بالأسهم إشي العلاقة بالمغامرات المالية بالمحاسبة إشي العلاقة ببنك ضريبة تأمين هاي الأجواء شوي بيكون مربكة خلال هذا النهار يعني لو شوي تأجلها كمان لا يوصل القمر لعندك بيكون الأجواء إيجابية ودعملة إليك أكثر أما بالنسبة للبيت التاسع اليوم رح تنشط في أمور إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن يعني يصير لك علاقة جديدة أو تطور علاقة ما بينك وبين أحد الأشخاص إما أجنبي أو من خارج البلاد أو موضوع له علاقة بسفر أو أوراق قانونية ومعاملات أو بنوك كلها هاي الأمور إيجابية وبرضو في أشخاص عندهم إما لتعلم لغة أو موضوع له علاقة يعني بمؤسسات تعليمية زي الجامعة أو المعاهد أو الأمور اللي فيها دورات برضو بتنشطوا فيها بشكل قوي والحضوض بتدعمكم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا بتدعمك على مستوى بيت السمعة يعني ما زالت الأجواء جيدة أهم شيء أنك تواصلوا عملكم لاعتيادي وما تبادروا لأي عمل جديد خلال اليوم لأنه شوي في انتقال في خلول المسار في ساعات ظهر القمر رح ينتقل لبيتك 11 فرح تلتقوا الأصدقاء منك ممكن تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك إذا ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم شيء أنك ما تستسلم بل حاول أنك تكرر المحاولة أما بالنسبة لبيت المتاعب بيتك 12 فالأجواء تقريبا خالية من أي تأثيرات سلبية فعشان هيك بتقدر تنجز أعمالك ما فيه إشي اسمه عمل مربك بالعكس عندك قدرة على إنجاز الأعمال وعندك قدرة على مراقبة الصحة ولكن ممكن تظهر مسألة إلها علاقة بصحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا القمر موجود لغاية ساعات الظهر في بيتك التاسع فهذا بظل بعطيك نشاط بعطيك حيوية بعطيك طاقة عندك قدرة الأجواء شوي مناسبة دعملة إليك شيئا ما الشوي بتلاقي إنه فيه عندك رغبة للتواصل والاتصالات والحوارات مشحون بطاقة إيجابية عالية ولكن من ساعات الظهر شوي ممكن تدخل في مرحلة هيك تقلب بالمزاج أو حدية بالمزاج أو تتعطل بعض المسائل أو تظهر بعض المسائل المربكة اللي ممكن تغير بنفسيتك شوي فعشان هيك حاول إنك تظلك مستمر على الأجواء الإيجابية وما تسمح لأي شيء إنه يزعجك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها ممكن تحمل لك بعض المفاجآت وخصوصا مع ساعات الصباح يعني لغاية الظهيرة إشي له علاقة بالوضع المالي إما ظهور أشياء إيجابية أو تحصيل على مكاسب تيجي عادة من عمل إضافي أو ممكن فرصة معينة أو صفقة معينة أو مجال للربح من شيء معين يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية ولكن أهم إشي أنك تقللوا من مصاريفكم قدر الإمكان وتبتعدوا عن الأشخاص اللي ممكن يستغلوكوا أو شوي هيك ممكن إنهم يحاولوا إنهم يعني ينصبوا عليكم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا دعميتك بمستوى النشاط والحركة والحوار والاتصالات والنقاشات يعني عندك قدرة هائلة على التواصل وإيصال المعلومة مما بتنشط اليوم بأمور إلها علاقة بالتسويق أو ترويج لسلعة معينة أو نقاش في موضوع معين ولكن حاول إنك تبتعد عن الحدية وفرض الرأي وأصدار الأوامر ممكن تنشط ببعض الأعمال أو تظهر بعض المسائل اللي تطلب منك جهد جسماني أما بالنسبة لتعاملك مع الإخوة والجيران فهذا بيكون على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا بتحمل بعض المفاجآت على مستوى البيت خلال هذا النهار فممكن تهتم ببعض المسائل البيتية أو العائلية أو العقارية ممكن تظهر بعض الأعطال أو بعض أمور الصياني أو الترتيب أو الجهد المنزلي أو النقاش العائلي اللي ممكن يظهر على الساحة شوي الأمور بدها شوي التركيز منك تمشي الأمور بشكل إيجابي وبتدعمك بشكل قوي أهم شيء أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتعمل نوع من أنواع التلاقي أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي شيئا ما فيها نوع من أنواع الإيجابي خلال هذا النهار ولكن مع ساعات الظهر ممكن تتحسس من موقف أو تنزعج من موقف معين إلى علاقة بالحبيب ممكن تتوتر على أحد الأحبة أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو ممكن تظهر مسألة مشوي هيكة تخليك تصير حساس زيادة عن اللزوم أضبط حساسيتك بدون ردات فعل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل يعني ممكن أنها تدعمك على مستوى العمل أو تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ممكن تهتم بالترويج لعمل معين ممكن لمقابلة أو تقديم طلبات أو أمور إلها علاقة بإنجاز عمل كان صعب أنك تنجزه بالفترة الماضية وبرضو ممكن تطور على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي الروتيني يعني بتتعامل أنت والشريك أو أنت والزوج من شكل روتيني بدون لا إيجابي ولا سلبي حواراتكم على طبيعتكم لقاءاتكم على طبيعتكم بتتواصلوا على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الثامن فممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن في بعضكم ببحث عن حليف أو عن داعم أو عن ممول مشروع معين أو في منكم أشخاص ممكن يهتموا بمسائل إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمينة أو القروض الفترة هاي مناسبة لهاي الأمور وبتدعمكم وبتدعم تصوراتكم ممكن تحققوا بعض الإنجازات في هاي الأمور بس أهم شيء تكرروا المحاولة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو على مستوى الاتصالات البعيدة شوية روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتعاملوا باتصالاتكم وحواراتكم وتواصلكم مع أشخاص خارج البلاد أهم شيء اللي عنده امتحان جامعي أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد الأجواء خالية ما فيه أي تأثير للكواكب بس بدها أنك تكون دارس ومستعد ما فيه أي شيء يأثر عليكم سلبي أو يعطل عليكم هاي الأمور في منكم رح ينشط ببعض المسال الليلها علاقة بالأوراق الحكومية أو القانونية أما بالنسبة لبيتك العاشر فطبعا الأجواء في ساعات ظهر القمر رح ينتقل ويصير موجود عندكم في البيت العاشر فبتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم اللي اجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك بل قوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع القلق أو التوتر أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء بتدعمك وبتدعم تصوراتك وبتعمل تقارب ما بينك وبين الأصدقاء خلال هذا النهار وعلى مستوى بيت المتاعب الأجواء يعني شوي فيها نوع من أنواع الحدية ولكن لسه ما وصلنا لمرحلة الضغط الكامل أهمش أنك تراقب عملك وتراقب صحتك برج الحوت طبعا بالنسبة للحوت من الآن يعني شوي حاسين بنوع من أنواع الضغط لأنه القمر ما زال موجود في البيت الثامن يعني بدرجات مقابل وبرج مش حليف لإلك فعشان هيك هذا شوي بيسوي لك نوع من أنواع الاكتئاب أو الامتعاض أو التقلب بالمزاج أو تذكر أشياء قديمة أو ممكن أنك تعيش بأجواء لا ذكريات معينة شوي ممكن تسياك بعد ساعات الظهر القمر رح يصير في منزل حليف لإلك فهي رح يدعمك نفسيتك رح تتحسن عندك قدرة هائلة جدا على إنجاز بعض الأمور وبرضو عندك رغبة للتحرك ونشاط بيصير عالي جدا عندك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء المستوى المالي تقريبا جيدة لغاية ساعات الصباح ممكن شوي يصير فيه قلق على بعض الدفعات أو المصاريف أو مثلا تظهر بعض المصاريف لزيادة أو متطلبات مالية تطلب منك يضخ فلوس أو دعم فلوس أو إصراف فلوس حاول أنك يتراقب ميزانيتك بشكل جيد وابتعد عن المصاريف اللي ما الهداعي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء إيجابية وبتدعمك اليوم وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الظهر بصير الأجواء إيجابية ممكن تظهر لك بعض المشاريع أو بعض الحوارات أو بعض النقاشات أو إشي العلاقة بالتسويق أو الامتحان المفاجئ أو المقابلة المفاجئة أهم إشي أنك تكون مستعد وجاهز لهاي المفاجئات ممكن اليوم تدخل بنقاش معين أهم إشي أنك تضبط أعصابك وإعرف كيف توصل الرسالة عند قدرة لإيصال الرسالة بلباقة وسرعة بديها عالية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت روتينية يعني اهتمامك وأعمالك المنزلية روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب نشاطك على حسب قدراتك على حسب استعداداتك على حسب تفاهمك أنت وأفراد العائلة بيكون الوضع عندك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء يعني دعميتك بشكل قوي جدا اليوم على المستوى العاطفي على مستوى الحضوض على مستوى الموهبة على مستوى هواي معينة على مستوى الترفيه على مستوى الحب حتى كلها أجواء إيجابية حتى طريق التعاملك مع الأحبة أبناء والدين مقربين كلها هاي بتكون قوية وبتدعمك برضو بالحضوض أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل شوي تكون مربكة تطلب منك جهد معين ممكن قلق من مسألة إلها علاقة بالعمل أو أشياء إلها علاقة بأشخاص معك بالعمل يعني ممكن تقلق من بعض المسائل ولكن عندك قدرة للمواجهة وبرضو الحظ بدعمك لإنجاز هاي الأعمال وإفشال مخططاتهم ضدك في منك راح يعني يكون له بعض المتابعات الصحية اللي راح تكون مبشرة وإيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء قوية على مستوى بيت الشراكي واليوم برضو بتعزز شراكتك وثقتك بالنفس وعلاقتك ما بينك وبين الزوج أو الزوجة وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الشركاء وممكن يظهر مسألة إلها علاقة بشراكة أو تمويل أو دعم شريك لإلك في مسائل أخرى أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الظهر بتكون تتجنبوا أي شراكة مالية وتفحصوا حساباتكم المشتركة خففوا من النفقات في ساعات الظهر القمر راح ينتقل للبيت التاسع لإلك فبتنشغله في أمور إلها علاقة بسفر أو اتصال بعيد فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتجرأ على رفض الإشي اللي ما بيناسبك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة وأمور إلها علاقة بالسفر أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة برضو روتينية يعني بتدافع عن سمعتك وإنجازاتك والمتطلبات اللي منك هاي بتكون عادية ممكن شوي يتغامر في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمركز الاجتماعي أهم شيء اللي بدي يقدم على عمل يكون مستعد بشكل كامل بكل أوراقه ممكن تستغل بعض العلاقات لتدعيم وضعك أو لدعمك بمكانتك أو اجتماعيا أو على مستوى العمل ما بين زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو شوي ممكن يخيب أمالك من بعض الأصدقاء خلال هذا النهار ممكن تظهر نوع من أنواع الأشخاص الوهميين أو الأشخاص اللي بتقمصوا شخصية إنهم بيغرروا فيك إنهم معك ودعمينك وبساعدوك وبدعموك وشوي هيك يحاولوا إنهم يكبروا من الوضع إنك أنت قادر على هاي الأمور وهم بالواقع بورطوا فيك في مسائل معينة إذا كتكون حذر من النوعية هاي من الأصدقاء في منك ورح ينشط بعلاقاته وأصدقائه ويتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو ينشط بالعلاقات الاجتماعية بشكل عالي جدا خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء خالية ما في أي تأثيرات أهم شيء إنك تنجز أعمالك بوقتها ما تأجل أعمالك حاول إنك يعني تهتم بحالك أكثر بوضعك بعملك وبرضو اهتم بأمور إلها علاقة بالصحة ممكن تظهر بعض المسائل الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة اللي بتكون بحاجة للرعاية ولكن الأجواء إجمالا إيجابية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر